السلام عليكم مرة أخرى أعزائي متابعي قناة الدعم المدرسي إذن نتابع مع تتيمة تمارين درس 6 من دروس نجاح في الرياضية درس متلتات وصلنا لصفحة 1 40 إذن تمارين 10 ألاحظ الشكل أرسم ارتفاعات المتلتة ماذا نلاحظ إذا أريدت ارتفاعات أخصني الميزوات المتلت ونصيب الارتفاعات اللي جاي من A واللي جاي من B واللي جاي من S من جميع النقاط وتكون عمودية إذن نغندب النقطة B إذن كنقاد العمودي الذي يمر من B بالطريقة هذه إذن ما نجيش غير بحلقة ونرسم من أي مكان لا أخصي يكون جاي من B نحط القلم ديالي على B ونمشي حتى نقاد نقاد المتلت مع هذاك الضلع اللي مقابل معه كنرسم ها هو الارتفاع الأول اللي ديال B عن جي دابا ديال C هنحط القلم ديالي هنا نحط القلم للميزوات ونقادم زيان مع الضلع اللي مقابل معه حتى الشكلية هنا يا زاوية قائمة ونكمل دابا غنجي لنقطة A قلب المتلت بحركة إذا ما نبدأ من النقطة A ويكون عمودي على الضلع اللي مقابل معه ونكمل بهذا الشكل الارتفاع ديالي انا هنغان تطوله هاد الخط هذا وارسم هنا يا العمودي ماذا ألاحظ إذا كاللاحظ أن هاد الارتفاعات تلقوا في نقطة وحدة دائما الارتفاعات المتلت تلتقي في نفس النقطة إذا إلا رسمتي ولقيت وما تلقوش في نفس النقطة عود صحح لأنه ما رسمتيش ما تكونش رسمتي العمودي مزيان هكتب ألاحظ أن الارتفاعات والارتفاعات المتلت تلتقي في نقطة واحدة ولفي نفسي النقطة في نفسي النقطة تمارين هاداش أرسم النقطة ممي المستقيم ونقطة دي من المستقيم ونقطة بي من المستقيم وآ بحيث يماع نشوفو بعده فهن بالنقطة من المستقيم آن هى المستقيم وينبغونا نرسمو فيو حد نقطة س. ب MARY ما عرفنه. شون غديتكون بالضبط. ودي من المستقيم اوان. ودي خستتكون تابع لهد المستقيم اوان. وبين منا المستقيم او ا. هدมستقيم او ا. خستتكون فيو وحد النقطة بي. في بحيث. او ا. س متلّات متساوي الأضلع. او ا. و النقطة اللي غة تكون هنا خيشتو يكون متساوي الأضلع. اذا كيف هيش غيكون متساوي الاضلع. قسني نرسم بالبيركار. ارسم متلّات متساوي الاضلع. اذا غناخد القياس ديال او ا ا. هناخده مزين. اذا مليل ناخد القياس دياله. اذا كنحط من ا. كنديرو حد القوس هنا. ومن او. كنحط القوس ثاني. اشتي? اذا دك النقطة اللي تلقوا فيها هادي هي النقطة. هادي هي النقطة هايا صيبت لي ايه اصي اولى او اصي متلات اهو متساوي الاضلع. اذا هادي هي النقطة السي هنا. والدي اش كتحقق ليه? كتحقق ليه ان او اصي دي متساوي الصائقين في او. هادي او مع مع T خاصة تصيبها الدي خاصة يكون اا المثالة هذا أو C served متساوي الساقين في أو يعني قد أوC جد أو د إهدان هالفتحة دي البركار ذيه الأوص خاصة يكون قدها قد النقطة أو د إذن دي هاي افين غدا تجي جي هنا هي بشتصيب ليها متالة متساوي الساقين يعني قد أوC قد أو د إذن هاتي هي النقطة دفهم وغيتصيب لي هنا متلات متساوي الساقين رأسه O شفتي ومستاقين في O و O B D قائم زاوية في B إذن هاد B اللي كنقلب عليها هنا خاصة تصيب لي المستاقيم O B D إذن B تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا لأن هذا مستاقيم كل وهذا مستاقيم ما عنده لا بداية ولا نهاية بغينا B D O يكون قائم زاوية في B إذن هنا خاصة يكون عندي زاوية قائمة كيفاش غنصيب زاوية قائمة غنحط المتلات بحل كعلة المستقيم O A ونمشي نمشي حتى نتقادم على النقطة D وغنصيب غنهبط ويكون عندي هادي هي النقطة B وغايتصيب لي المتلات اللي بغاو O O B D قائم زاوية في B إذن هادي هي النقطة C وهذه النقطة D وهذه النقطة B إذن هذا هو الجواب على هات السؤال 11 هنمروا الآن السؤال 12 أرسم مثلتاً A B C متساوي الساقين رأسه A بحيث B هي 48 درجة و A B 4 سنتيمتر إذن من نفس الطريقة كنسبق الضلع هو الأول بعدك أرسم الزاوية هنا متساوي الساقين إذن نفس كما قلنا الأسئلة كتتتعود إذن غنصيب A B فيه 4 سنتيمتر ها هو A B فيه 4 سنتيمتر ها A أب B 4 سنتيمتر بغينا الزاوية B يكون فيها 48 درجة ها هي الزاوية B غنحط هنا يا الرأس على الرأس هناك والضلع غادي لتدريجة الصفر بغيو فيها 48 عن ذا من الصفر 40 45 47 47 48 درجة إذن هذا هو الضلع الثاني ديال الزاوية إذن هنا عندي 48 درجة مطلب مننا هات المثلث خسو يكون متساوي الساقين رأسوه A إذن إلا كان هنا 4 سنتيمتر حتى هنا خسني نصيب 4 سنتيمتر ولكن خسري طلاقة مع هادي إذن كنناخد كندم الصفر هنا وكنشوف فين غاي صيب ليه 4 سنتيمتر فين غاي طلاقة مع هاد الضلع وغاي صيب 4 سنتيمتر هاديك هي النقطة ديال النقطة الثالثة ديال المثل ها لك أولا فكنستعمل البركار كنفتح البركار هنا قد هاد الضلع هذا فيها 4 سنتيمتر الطريقة هادي وكنمشي ناخد هنا كذلك 4 سنتيمتر هي النقطة اللي خرجت لنا إذن هادي هي النقطة السي هذا متساوي الأضلع 4 متساوي الساقين عفوين وهنا عندي 48 درج إذن شبغاه وحدد قياس الزاوية التالية بين الزاوية A و الزاوية السي إذن هاديش حل فيها وهاديش حل فيها إذن بما أنه متساوي الساقين هادي 48 رحت هادي 40 درج فهم يعني متساوي الساقين بقالية الزاوية بنفس الطريقة بيش كنحسب عملية الطرح إذن غن ناخد 180 درجة وننقص منها 48 درجة زائد 48 درجة ديال هادو بجوج إذن هي 180 درجة ناقص ماذا 48 و 16 احتفظ بواحد 44 48 والواحد سعود إذن غن ناخد 180 درجة غن نقص منها 96 درجة إذن غن نكتب 180 نقص منها 6 و 90 إذن هننضيف الواحد الفق والتحت هتقول عندي 10 ناقص 6 4 إذن 8 ناقص 10 لا يمكن إذن 18 ناقص 10 18 ناقص 10 8 و 1 ناقص 1 صفر إذن هي 84 درجة هي 84 درجة إذن هنا غن نكتب 84 درجة هم إذن غنمروا الآن تمرين 13 للادعم تعلمات وحسب قيات كل من الزاويتين A M B و M A B هنشوفون فينا هما A M B ها A ها M ها B إذن بغوا هات زاوية هادي شحل وبغوا M A B M A B هادي إذن هادي ها نبدأوا به هادي هادي سهلة إذن هنش عندي هنا عندي زاوية قائمة شفتيا هادي كلها مالها زاوية قائمة أعطوني منها 43 خسني نعرف هادي القياس الثاني شحل شحل بقالي إذن هادي ندير العملية هندير 90 درجة ناقص ماذا؟ ناقص 43 درجة إذن هنه 47 درجة هادي زاوية هادي 47 درجة هادي ديال M A B هادي M A B نفهم؟ دبعا نحسب A M B هادي A M B غلق هادي مش حال إذن مين غادي لقاه؟ كبالي هي هنا يا هادي زاوية مستقيمة آه ولكن أنا ما عارفش حال قياس ديال هذا إذن مين غنجيب القياس ديال هادي خسني بعدها تلقى هادي الجزء هذا إذا لقيت هادي الجزء هذا غايت هادي جزء عليها لقاه هاد مين غنجيبو؟ غنجيبو من هاد المثلات A M C شوف معي هاد المثلات A M C هادو بجوج معروفين إذن سهل باش نعرف هاد ثالثة هادي إذن غنجمع تلاتة وربعين مع خمسة وعشرين وغننقصهم من مية وتمانين دراجة وغتبقى لي هاد الزاوية هادي إذن أول حاجة غنجمع تلاتة وربعين مع خمسة وعشرين تلاتة وربعين زائد خمسة وعشرين إذن خمسة زائد ثلاثة ثمانية ربعة زائد جوج السا إذن هادو بجوج فيهم تمانية وستين دراجة ده بغن ناخد مية وتمانين لانادب 3 دائما يكون فيهم 180 دراجة 180 دراجة عن قسم منها 68 دراجة اذا هنا لا يمكن اتعطيني 10 ناقص 82 8 ناقص 7 1 1 ناقص 1 اذا 112 اذا هذه فيها 112 دراجة افهم اذا هذه لكان فيها 112 انا كان اعرف ان هذه كلها شحل فيها فيها 180 دراجة لكلها فيها 180 دراجة اذا 180 دراجة لحيث منها 112 ستبقى ليها هذه الزاوية شحل فيها اذا نكتب 180 اذا نقص منها 112 اذا هنا 10 ناقص 8 8 ناقص 6 1 ناقص 1 اذا 68 دراجة هذي ستبقى ليها 68 دراجة فهم اذا هذي ما نقدر لقاها الا اللي حسبت هذي وهذي جاتني سهلة في الحساب لاننا غير 90 دراجة غنقص منها 43 غتبقى 7 40 وهذي حسبنا هذه هي اللولة عاد اخذينا 180 لاننا هذي زاوية مستقيمة حيدنا منها 112 بقاتلية 68 دراجة المرول الان تماني نربعتش بفرنسية لاننا هذي مرور دواجة الأماس دراجة تلقى اخذي كم المرول الانقص اخذي 40 دواج انقص 40 دواجة ريدة اخذ منها اخذي ريدة بدى بحلة سيب دلع ابحلة ها هو انقصم كم المرور اخذي وانقص دراجة جيكسبليك سان اغرر بوي جيفكتو لكونستريكشون كوركتما هنا دار واحد الاخطاء شنا هو الخطاء اللي دار هاتي المين ادن هاد الاكير هادا هادا الاكير بالفرنسي الامال بلاسي ولا الامال بوزي الاكير تفهمنا ادن ما حطش مزيان ما شافش تدريجة كيفاش مني نبدا لانا دائما نقول لكم لك تحط رأس الزاوية على رأس المين قاله مين كتب ذا كتب ذا من التدريجة صفر هو مين بدأ من التدريجة 180 شفتي ادن هو بدأ من التدريجة 180 ومشي ال60 الزاوية اللي تصيبتليه زاوية منفاريجة اكبر من 60 درجة فهم ادن هو ما تبعش هاو ادن هو مشي تبع بدأ من 180 ورجع لعند 60 لا انا رخصي نبدأ من الصفر ونمشي عند 60 ما نبدأش من 180 ورجع عند 60 دائما نبدأ من التدريجة صفر تفاهمنا؟ ادن هو شنودار خطأ ديالو هو ما بدأش من التدريجة صحيح تفاهمنا؟ في اللي بديك المين قاله هاديك وبدأ من التدريجة 180 هذا هو الخطأ ديالو ادن انا غنعود نصيب هذا كالتريانجل هنعود نصيب المثلث كوريكتمو يعني بشكل صحيح تلا بغيت نعبر مثلا على الجواب الفرنسية هنقول الهرر سي الهرر سي هي كي لا يعني شنودار تخاصي انقدر هاش من انقدر هنا ارسم ارسم ان انقدر او بتو منفاريجة على بلاس دو لانقدر يعني هنا ارسم زاوية منفاريجة في مكان الزاوية اللي هي حادة ايجو 60 دقري تفعبنا هذا أول خطأ أنه أرسم زاوية منفريجة عوض الزاوية الحادة 60 درجة اللي مطلوبة منه هنا علاش لأنه إنا با كومنسي بار لغادوياسيون زيرو ما بداش من الزيرو مش بمعنى هخصو يبدأ من هنا غير هو رهل من قاله كتكون مدرجة من التجاهين من الزيرو حتى ال 180 من جهة أخرى تاني من الزيرو حتى ال 180 إذن أنا كنشوف تيجاه ديال الضلع الضلع غادي هنا إذن غنبدأ من هات الصيفر الضلع عندي ديال زاوية غادي هنا غنبدأ من هات الصيفر هذا وتنتو ما كتوقعوا فهد الخطأ بزاف إذن قبل ما ترسم زاوية فكر شمن زاوية غا رسم 60 درجة إذن خصو تكون حادة إذن لغه سي كي لا تخاصي ان انغل أوبتو على بلاس دلانغل ايجو 60 دقري تفعبنا كولا كي مزير 60 دقري دابا نفات خاصي إذن عندي أب بي فيه 5 سنتيمتر ها هو أب بي فيه 5 سنتيمتر أ أب بي إذن عندهم هنا أب بي باش نتبعون في نفس الاتجاه وبغا أن في بي يكون عندي 60 درجة 60 درجة إذن الخطأ اللي دار هو ملي حط هنا هاد لسانتخ ديال لغا بورتر هادا كي تسمى السانتخ يعني المركز ديال من قلة من اللي حطو شوف مزيين لأن هادي خضرة ما كاتبين شمزيين ها هو وكن قد مع التدريجة الصفر تفهمنا جو كوينسيد هاد لقوتي هادا هادا مع لغاديوازيون زيرو شفتي كنجيبها مع لغاديوازيون مع التدريجة الصفر ويجو كومس بغاديوازيون زيرو او جوسكا سواسانت ديال ديال هادا هي الدلع ديال هادي الزاوية ستين داراجة لانجل سواسانت كي مزور سواسانت ديال هادا هو الخاطة اللي دال هو مبداش من الصفر وارسم زاوية منفاريجة ديال ادن جو تخص اه جو تخصي ان تخيانجل تلك وعندي ا فيها 40 دجري هادا خسيكون في 40 ادن انا مليغنحط بحالك جو بوز مو راپورته سور لصومي دو لانجل علا راس الزاوية هادا كنجرش لالتت دو لانجل يعني مشير الزاوية كنترجمو لصومي دو لانجل ادن اي جو كوند ديال اللي من الهات صفر هادا اي جو كنت 40 دجري ها يه 40 دجري اي جو تخص لديم كوت دو لانجل وكنا نرسم لدر تاني ديال زاوية ادن هادي كنجرش دراجا وهادي C ادن عن مرو لان جو ادن ايج ايج افكتو لانجل correctمو ها يه لانجل correctمو دو لانجل AB C امرو لتمنى خمسة جو بخود يعني اعيد راسم هاد لتخيانجل غي كتانجل ديال هاد در المثالتات اللي عندهم زاوية قائمة اذيك للمزور دوني بهاد القياسات هادو ادن عندي اول متلات عندو هنا 6 سنتيمتر 4 سنتيمتر والزاوية قائمة في B ادن كنتبعو كنخذ المستارة ومتلات ديالي تنشحل فيها 6 سنتيمتر هاي 6 سنتيمتر بعد هنا بشيك ثاني هنا 6 سنتيمتر وهنا عندي 4 سنتيمتر ولكن خست نكون صيف زاوية قائمة بعد هالك نقعد هالضلع مع هادا مزيان هاد كارسم الضلع هادا وكنكمله وكنصيب 4 سنتيمتر متر متشكل هادا وكنكون هنا صيبت المتلات الاول هنا 4 سنتيمتر هنا زاوية قائمة هنا A B C هنمر لان نرسم ثاني الاخر في زاوية قائمة ابتداء من هاد الضلع هادا وفي هربعة سنتيمتر اذا دا بغنحط المتلات بحلق مش هنصيب هادو متعامدين هالضلع هادلع واحدة اخر انا غنرسمو ويكونو متعامدي اذا هادير سم الضلع الاخر هنا سماية ويكون فيها ربعة سنتيمتر من هنا الهنا يكون فيها ربعة سنتيمتر هنا جاهبت حد شوية نشي مشكل اذا ربعة سنتيمتر وكلهم رأسهم A اذا هادي الدي هنا ربعة سنتيمتر هنصيب متلت ثالث او ثاني بنفس الطريقة هو فيه الضلع اللي التحت فيها ربعة سنتيمتر اذا هنحط هالطريقة هادي هنا هنصيب العمودي مار من نقطة D هنصيب هنا نقطة العمودي هنا التعامد وكان نقيص ربعة سنتيمتر اذا نجهت هنا ينيد وكان B C D هنا E هنا E لكذلك ربعة سنتيمتر اذا هذا هو الشكل اللي مطلوب انك تعوده اذا هنا التعامد ربعة سنتيمتر تعامد ربعة سنتيمتر وغتكون كملتي الشكل اذا نتمنى تكون استفدت شكرا نتلقي ان شاء الله معذرت موليد تمر الدرس سابع ان شاء الله اشتركوا في القناة